السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحب بال أوعى تنسوا اللايك باو الشير فضلا وليس أمرنا عشان خاطر الفيديو يتوغل وينتشر في ربوع اليو يوم حالة من الجدل وحالة من الزعل من المحتوى اللي بيتقدمه المنصة العالمية للكاتوجري المصري في اليوتيوب نزع لنا جدا ناس بيطلبوني بيقولوا يا رب طاع النت عن مصر حرام اللي بيحصل ده وكمية من التراشق وقبل المغرب وبعد المغرب وساعة الكرآن ما بيتقال وساعة الفجر وارفعوا الماء حاجة صعبة جدا 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 حنبدأ بقى نحلل ونقول والاستفادة علشان خاطر ما نقعش خالص في حاجات زي كده بعد كده نهائيا ويا جامحة الخير لازم ما هو يا إما عادل فتحي بيطبل أو عادل فتحي بيهاجب ما هو أنا مش عارف بقى وقولولي أنا أعمل إيه بمجرد أن أنا يعني ما قلت اللي أنا عايز أقوله والتي معادل فتحي بالتطبيل للحاجة فاطمة وأولاتها وهذه على فكرة يعني الشيء أنا يعني ما يزعنيش ولهزني طالما أن أنا مليش دعوة بأي حاجة هو أخذ طريقي أول حاجة بنحذر أي حد من الآن من النهاردة يعمل مطاب اصطناعي أمام بيته سنة سجن في الحال سنة سجن فورا ليه لإن ده بيدمر السيارات السيدان انتبهوا حيجي يقول من اللي عمل ده هتقولي لأ فلان قدام بيت مين هيتعمل المخالفة قدام بيتك فتخلب لكم من اليوم طبعا بدون ترخيص لأن فيه طبعا مطابات بتبقى مرخصة اللي بينها وبين المدارس أو المستشفيات أو كده مسافات 100 متر متين متر وبتعمل بطريقة معينة عشان خاطر العربات السيدان تعدي بدون ما يحصل احتكاك لأن مش كل العربيات كروس أوفر ذات دفع رباعي أو دفع أمامي تقدر تتخطى فعلشان هذه الظاهرة الموسيقى تنقطع تماما وبإذن الله بعد العيد الميكرافونات اللي بتمشي الطماطم ب20 جنيه كيلو الطماطم والكلام ده والوجع ايه يا عمي ما تنادب حق بالبق يا عمي في ايه كل الميكرافونات اللي بتبقى على الباع الجائلين هتتمنح فورا فورا بلدنا هتبقى كويسة جدا نخش بقى في موضوع الساعة والخلافات بين اليوتيبرات والعيش والملح وهل صيانة العيش والملح هل أصبح العيش والملح ليس له وجود في اليوتيوب وطلع علينا الأستاذ حسن الهلالي وحسن الهلالي تختلف تطفق معاه فهو دمس الخلق والإنسان بيحاول دائما يكون على الحياد لأن النقد لمد أن يلتزم بأكثر الحيدة وأيضا بيخاف على هدومه لأن ممكن الطرف ده يشده من هدومه وهو يعني يقول لك أنا مش خلصات يا رب الفيديو دي عد على خير لا ده يزعل مني ولا ده يزعل مني وهو سلس إنسان عنده أسلوب وعمرنا ما شفنا حسن خطاء أو بيميل دفة والله أنا على المستوى الشخص بتفرج على كل فيديوهات وجايز ما بعلقش عنده لكن ما بلاقيش في حسن الهلالي وهو يستهل على فكرة بقى نقلة كبيرة جدا 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 يعني يتحط بقى في منطقة كبيرة لأن بالفعل يستهل فبيقول إيه إن إحنا محتاجين شرطين علشان خاطر الصلح يحصل ما بين هشام وما بين محمد وصدفة بص هذا الكلام ما ينفعش خالص ولا ينفع التحدث فيه الآن لأن النهاردة النفوس شالت أنا برضو أكبر منك يا حسن أقل حاجة بتلاتين سنة أنت تلاتين يعني أعتقد أو حاجة فأنا أكبر منك كده بتلاتين أو أنت واحدة تلاتين يعني فأنا أعتقد الموضوع ده ما ينفعش الصلح فيه أبدا في هذه الفطرة لازم فطرة من الوقت حتى تهدأ الأمور فطرة قد إيه؟ مش أقل من ستة شهر ده ويعالم يعالم ننسى ولا ما ننساش ممكن ولا ستة سنين ممكن ولا ستين سنة يعني ممكن يموت هذا الوضع ينتهي لكن أقل حاجة لو فيه نية للتصالح أقل حاجة من ستة شهر لتصحت شهر يكونوا ناسين لأنه هو برضو أحسن حاجة أنا عم بيها الله على الإنسان هي النسيات هنا ينسوا وهنا ينسوا طبعا هشام طالع في البس الأخير واه والأصدقاء قبل ما أقول هشام الأصدقاء لابد أن نحن نبعدهم تماما عن التدخل لا حد يقول لي كريم الحديدي ولا حد يقول لي أحمد سمير ولا شهاب ولا أي حد ابعدوا كل اللصطف والأصدقاء والصحاب عن الصلح دلوقتي ليه؟ لأن ممكن الطرف ده يزعل ويبقى ده إحنا بنتكلم على مشروع فمش عايزين نقصر فيه أي طرف من الأطراف نخلي الأصدقاء أصدقاء ولا يتدخل أحمد سمير ولا يتدخل شهاب لا للطرف ده ولا للطرف ده ولا يجيب سير أنه قابل فلان وقال كذا ولا ده يجيب سير فلان أنا شفت آخر بس لهشام فلقيته أكثر اتزانا برغم أنه هو خدني عدو وبرغم أن أنا مدافع عنه فطرة كبيرة من أيام ما رأت في المستشفى وحتى في أيام الدفنة والوفاك والتفسف وبقول أن الغلطان حسن والغلطان مدام صدفة لأن رجل جاء عزكم لكن مجرد أن أنا ما قلت أوقف أنت غلطان زعل أو كانت حاجة معينة بس أنا ما فيش داعي أن أنا أشرحها لأن شرحها حيزعل تاني فالمهم أن أنا لقيته أكثر اتزانا وأنه هو كان له رسائل معينة عايز يوصل وهي أن اللي بينه وابن صدفة كان عيشه ملح وأنه هو عارف إم تؤديه عند مدام صدفة وهو ما يقصدش أي كلام من اللي قاله لمدام غالية وهو ما يقصدش أي كلام للسيدة بتاعة بلجيكا إنما أقصد محمد ما هو ما ينفعش ما هو ما ينفعش يا شاهد ده أخوها وتوأمها وفي حاجة اسمها التوأم المتحب ودي بنلاقيها أن زي حسام وإبراهيم لو جاي حسام يلعب في الأهلي كانوا عايزين حسام يبقى في الأهلي ويبطلوا إبراهيم حسام رفض لازم يمشوا الاتنين مع بعض راحوا الزمالك وبعدين يمشوا راحوا لمصر وبعدين يمشوا يروحوا إلى إسماعيل وبعدين يروحوا يدربوا الاتنين ما ينفعش يبقى إبراهيم حسن مدير كورة في نادي وحسام حسن لا يمكن تقول يبقى الخطاب موجه ليه رأب الصدع بالنسبة للصدفة وفي نفس الوقت متحامل على محمد علشان الفيديو الأخير اللي هو صدر منه طبعا الكلام اللي قاله محمد بالنسبة لبنتك أو لزوجتك أو للحجة أو لك حتى هو غير مكبول ولكن أنا زي ما قولت غير مكبول بالمرة أي إنسان في لحظة الغضب ما تحسبنيش لإن أنت اللي خلتني أخرج عن السيطرة ما تجيش أنت تنرفزني وتخرجني عن السيطرة وتيجي تقول أنت غلط في ما هو أنت اللي خرجتني عن السيطرة ما هو أنا مش طابعي ده ولا كان أسلوب ده أنت خلتني أفقد أعصابي وجهازي السبات الانفعالي اللي عندي بالكامل ينهار وأطلع أسوأ ما عندي هتيجي بقى تحسبني على ما أنا قلته طبعا كامل الاحترام لبناتك الاتنين ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم والزوجتك الفاضلة والأسرتك من أكبر واحد فيها لأصغر واحد فيها ولكن قدر الله وما شاء فعلا زي أنا ما قلت لما نيجي بقى وحتزعل برضو مني تاني في النص التاني تيجي تنكر وتقول لا أنا محدش كبرني ليه يا عم هشام ما إحنا مع بعض ليه ليه محدش كبرك لا مدامها هي اللي كانت البداية لانطلاقة هشام جايز ما توهكتش قوي لكن هي اللي لمعت فيك هي اللي ظهرتك هي اللي بيينتك هي اللي دايما كانت بتبص معاك ساعدتك كتير جدا في البداية أنا مدامها ساعدتني كتير جدا في القناة دي ولو نكرت ده أبقى راجل يعني مش منصف وقفتك مدامها عند حاجة معينة زي لعب في الكرة لعب في النادي الأهلي فمستواها وقف لو راح نادي تاني حيعلم بالفعل انت لما سبت مدامها أو رحت في مكان تاني بالفعل انت قعدت شهرين ثلاثة مفيش أي دعم من مدام صدفة فمدام صدفة زي ما تقول بقى الله أعلم لما لقيت القبض مثلا بسيط يعني فقالت لك مثلا نزوء الشهر وتبقى يعني حاجة خاصة ان هو بدأ يفقد عمله وكلام من ده فبدأت زي ما بيقوله ايه تدعم بقى تدعم هي شاب فدعم متك يا شاب طارت القناة من ثمن تلاف لحد ما عدت الثلاثين ألف ده كلته شغل مدام صدفة ده في شهرين ثلاثة أربعة ده هذه هي القناة احنا كنا موجودين وعارفين مشاهداتك وعارفين البس بتاعك مثلا انت يوم خدت المجموعة اللي هي بتاعتك وروحت لعم فاروق في الأليوبي كانوا 115 فرط عند عم فاروق عم فاروق بفنزه وانت بفنزك كنت 112-113 كاعتقد يا ما كان معاك أسماء النحاس ربنا يشفيها ويعافيها لأن تيتها الصباح بتقول عندها تعب يعني في المصران ألف الحمد لله على سلامتها ثانيا برضو في نفس الفيديو بتنكر مدامها وان كانت هي قالت حاجات وصلتها بدل ما ترفع سماعة التلفون وتتواصل معها على أساس كان فيه بينك وبينها في يوم من الأيام عيش ومر فجأة بتتهمها إنها مش بتتهم إنها خدت مثلا اتنين آيفون من واحدة اللي هي من أصل سوداني من أصول سودانية يعني وعطتها الشقع أعتقد عشرين ألف حاجة زي كده وسلسلة وكلام من ده وراجعت تنكر وتشنفها وتقول إنها كذا طب افرض إحنا بيننا وبين بعض وهي اكتشفت الشئ ده يعني الله أعلم يعني حتى مش مكانه إن أنا أقوله في الوضع اللي أنا فيه مش أعرف أنت ليه عايز تخسر ناس كتيرة القائد القوي في الجيش ما بيخسرش جيشه كله القائد القوي بيحاصر القائد في الجيوش أنا مش تابع القوة المسلحة يعني ولا أي حاجة بيحاصر الجيش من ثلاثة من ثلاثة أجنحة ويسيب له جناح يهرب منه ليه وفي نفس الوقت ركز في الكلام لأنه أنت بتتكلم في أعراض في نفس الوقت اللي أنت بتذكر فيه مدمها بتذكر شخص وبتقول لا هو مش هقول بيسه لأنه هو حسن الفلان التاني ليه كده ليه كده ليه كده بس أن مدمها قالت ما ينفعش الكلام ده كلته ده مال هو ده خط في إيه غير نه تداول ما ينفعش أن أنا أتداوله خالص على لساني إيمي ممدوح أول واحد دافع عنها في اليوتيوب كله وخسرت يمكن 800 ل700 فنز من عند مدام صدفة وعملت فيديوهين وقلت أن الموضوع كلته مكايدة حسن لقى فريسة مكايدة وإيمي عايزة تكبر طناتها أو مش مدركة بس هي مش صغيرة عشان ما تبقاش مدركة لا ده مدركة هي مدركة أنها تتاخل بهدف أنها تزعل مثلا مادام صدفة أنا اللي دفحت وأنا اللي قلت الشاي ومش الشاي وكان الفيديوهين كوميدي كوميدي ما كانوش نقد أنا كنت بعمل اسمها النقد الساخر أو الكوميديا السوداء وأكيد أنت راجل دارس إعلام وعارف يعني إيه الكوميديا السوداء أو النقد الساخر كنت بصخر من حسن وبصخر من إيمي في صورة أن اللي يسبع الفيديو يفكر أن أنا معه في ناس استوعبت وفهمت أن عاد الفتح بيصخر وفي ناس فكرت أن ولا خطأ إلا بالله ليه أنت عايز تظهر أوحش ما فيك أنت جواك إنسان كويس اظهر الشيء الكويس اللي فيك كلنا بنغلط وخير الخطأين التوابين لازم تعرف أن زي بقولت أنت إحنا لما بنخش البيوت بنخش مقمضين ولما بنطلع من البيوت بنطلع مخياتين الحنك أنت قلت اتنين بالنسبة لمادام نورة الجهري وهي عنده فيه تواصل كان بينه وبينها ومادام إخلاصة برجيلا لا مدام إخلاصها برجيلا برغم تقربك الشديد منها أنت ما تعرفش نوعية ده مدام إخلاص هي عملت وقالت خلاص وداع وكده مش هتسيب اليوتيوب ولكن هي لما بتلاقي الطيار عالي أو الموجة عالية فبتفضل الانسحاف فيه ده أو البيات سواء شتوي أو صيفي إلى أن تهدأ العاصفة وتخش وداعلى فكرة تكتيك صح لأن هي مش نطط من المركب اللي فيها شاب هي ما ينفحش تبقى متواجدة خالص في الفطرة ديت لكن كمان أسبوع لما تهدأ العاصفة أو عشر تيام أكيد هترجع تيام كل التحية وكل الاحترام أنا قلت بما فيه الكفاية يا رب الرسايل هشام بيوصل رسالة لمادام صدفة أنه هيحافظ على العيش والمالح اللي كان بينه وبينهم هو زعلان من محمد بس ما هو أنت يا هشام اللي كتبت على المنتدى عشان خاطر الحجة فاطمة ومحمد بس ده الكلام ده من 15 يوم يعرفش أنت مسحته بقى دلوقت ولا لا فهو ده محمد فما تحسبش شخص فقط السيطرة على أعصابه أنت برضه اتناولته واتناولت والدته واتناولت إخواته والبنات أنت بدرجة قلت ما فيش في البدة غير الضني والوحيد الضني اللي أسناء البس اللي كان يعني بيحط عليك بس بأدب برضه يعني هو الوحيد كلا كانوا يدفعوا أن ينتهي الوضع والضن الوحيد اللي كان بقوله كذا بس بأدب يعني كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعة الفتحة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته